اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واناسم في السر عندي حوالي كيلو انتاع السكر عندي ريت لتاع الماء وعندي مزهر وعندي قرفة مرحية واللي عندهه قرفة عود يستعمل قرفة عود احسن احسن تبعوا ما ينشوفوا التفاصيل بسم الله وعلى بركات الله اول خطوة نقوم بها في هذه المرحلة ان نجيبه صحن يكون غامق واسكرفاج راح نسكرفجو هذه الكمية تعزرودية كامل بالجهة الخشنان تاع اسكرفاج تدعنا ولا المبشارة راح نسكرفجوها كامل ولكنت عندكم الجازرد احيانا يجي فيه هذا العرق الخضر هذا العرق الخضر لا تستعملوش ارميوح على خاطر يطلقنا المرورية وراح يسمطنا الكمبيوتور انتعنا ثاني خطوة او ثاني شي راح نبعد من نكملو هذه كمية كامل انتع هذا الجازر نسكرفجوها مليح راح نزيدو نسكرفجو حبة وحدة انتع الشينا نحولها المبشور انتعها ونخلوها بجيه يعني نحول المبشور نديروها مع الجازر مع مبشور الجازر ونحطوها في كسكاس يتفوروا يعني ونغلقوها مليح بكس بلاستيكي ولا ورق شفاف او غطاء يكون محكم يعني السخانات يقعد الدور غير الداخل بشرك الجازر بالخف يطيبنا ويجب انطيبوها نص طياب يعني نفوروها هذك الجازر اللي بشرناه انطيبوه نص تفويرا يعني النص طياب يكون نفور نص طياب مع ذك المبشور انتع البرتقال ولا مبشور الليمون اللي ما كاش عندوش البرتقال يستعمل الليمون راح يعطيها وحدة ريحة ما شاء الله ونحلها ريحة الجازر وتجي واحدة الكمفيتور ولا ارواع تبعوا معي الخطوات خطوة بخطوة وراح نملكم كيفاش يجي هذا الكمفيتور بزاف بنين وحاجة هيلة بزاف ما تنسوش حفاء بنا وخاوتنا كذلك تحبطوا اسفل فيديو وتفعلوا زر الجرس اللي يصير لكم كل جديد الخطوة الثانية لكم تشوفوا فيها هنايا راح نديرو سرون تاع هذا المربا ولهذا الكمفيتور حطيت كمية تاع السكر قطلكم حطنا كمية تاع السكر قطلكم والذي ما عندوش برتقال يستعمل القارس كذلك راح يجي بزاف 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 بنين راكم تشوفوا لازمنا نتكير فشغير الجهة الأورانج هذيك البرتقالية ما نوصلوش للب انتح الأبيض يعني هذيك القشرة البيضة هذي كذلك تعترنا مرور هي ماشي شباب في هذا المعجون اي حلوة او اي قاطو ما نازم كمش تسكر هذيك القشرة البيضة كما راكم تشوفو هنا هنالوش راح نزيد ندير راح ينقشر هذيك الحبات عتشينا نحولها القشرة البيضة اللي قتلكم تطلق المرورية راح ينحولها القشرة انتح كامل ونديرها مع هذا السر هنا راح التقطيع يكون عشوائي يعني راح نقطعها على خمسة على ستة على ربعة ما يهمش تقطع انتح على خاطر كي نحط وحبت عتشينا راح الدوب ما توليش باينة وامبليس راح وكذلك حيحياتينا بننا بننا ولا أرواع جربوا هذي الكون راح بزي بيض وتبعوا معي الخطوات خطوة بخطوة وشوفوا كيفاش راح نكمل هذا المعجون التاعي اه انا هذي الوصفة المتهالي وحدة واسمها خاتي الظهر ربي رحمها من القصن تحية كبيرة الناس قصن وين مكان اه قصن ننصحكم باش زوروها راه من ولاية من ولايتنا الجزائرية بزاف منطقة الشابة وهايلة وثارية بالمأكولات اه المأكولات انتوحها سبيسيال تعالاس قصن ما شاء الله عليهم عندهم محدد الأطباق ولا أرواع رأتي تبما الحمد الله خدمت وتعلمت بزاف أطباق قصن تبما منهم رفيس قصن تبما منهم شباح الصفراء منهم كما يقول شخشو خطع الصفر شخشو خطع السيار المحور الجاري تاع قصن ما شاء الله البورك انتحهم واحد أطباق ولا أرواع بزاف بزاف ابنان كما راكم تشوفوا خوتي هنا قطعت تشين انتاعي وراح نضيف لهم الريت لتعلم ونضيف فوق النار يتغلع يعني يطيب هنا راني الجازر اللي حطيته على الكسكاس يتفور راه يتفور راه تشوف فيه راه بدي تندل داخل وسخان راه يتضرب به نخلي يطيب نص اتغلية يعني نص الطياب ماشي نص اتغلية هنا وكذلك هنا راه السيرون تاعنا ونضغط على السيرون لازم نحرك فيه ونحاول نضغط على هذه الحبات تاع تشينا بشينا 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 طيبين مليح هنا يتغل مليح ونقص الكمية المنتع ونقصد يعني يعني عينكم هي ميزانكم يبدأ يثقل هنا وش راح نجيب هذك الجازر اللي كنت فورته نصف هو مبشور مبشور حبا البرتقال راح نفرغ البرتقال واحد الريح هطلع منه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله هنا خوتي خياتي وش راح نزيد نزيد راح نزيد راح نزيد هذا كمية مزهر مزهر راح بالناو والأروع حاولي مغرف مكلا كبيرا كمية القرفة واللي عنده قرفة عودة يستعمل عودة القرفة راح يجي بالناو والأروع هذك هنا وش راح نروح للنحو هذك الريحات الجازر والحلاوة التي عملها بريحة القرفة والتشينة والمزار هنا راح نرى تشوفوا فيها بدي غلي هنالك الرغوة الصفراء نحاول نجد غلي مليح ورغوة الصفراء كنت بدأت تلايم نبدأ وننحو فيها علش على خاطر هذك الرغوة الصفراء راح المدة تحفظت هذا الكمبيتور راح تكون قليلة ويعطيله مرورية هذك الكمبيتور هنحاول نحيها باش كين نحطفطو به في الثلاجة يشد انها مدة اطول واطول دايما اي معجون استعملوه وتخرجوكم في هذه الرغوة الصفراء نحوها مهما كان تعمشمش تعمش اي معجون راكم تشوفوا فيه بدأ يعقد كل ما يبدأ يعقد كل ما نبدأ ان نقص له النار تدريجيا حتى وننطفي عليه هنراكم تشوفوا الكوفيتر تعنا راه وخلص طيبنا وراه عقد نخلوه يبرد تحاولوا ترحوه رحيوه ما تحبوا ما ترحيوه خلوه كيماره خلوه كيماره بسم الله ما شاء الله هذا هو المربى نتعنا مربى الجازر هنراك ندرت كيفية